المدينة الزرقاء من المدينة الزرقاء شفشاون إلى قمة جبل تيسوك العانيد كيف لغ ارتفاع ديالو حوالي 2122 متر عن سطح البحر انطلاقة كانت مرة سلمة مرورا بمسجد بوزعفر الموطل على مدينة شفشاون في هذا الفيديو حاولت ما امكن اني نوريكم الطريق من البداية حتى الوصول من القيمنا استغرقت فترة الرحلة حوالي 4 ساعة حيث ان المسارك تعتبر من اصعب المسارات الجبدية حيث فيه بعض المقاطع اللي صعيبة باب الساف احتفل النزول من القيمة ما كانش سهل بحكم صعوبة المسار ومن الواجب للاخد الحيطة والحضر والنزول بتمهل موسيقى جبل تيسوكا هو من اعلى القيمة في سلسلة جبال الريف وكانت تعتبر رابع او سادس قمة في هذه السلسلة وكذلك هو ثاني اعلى قيمة جبلية في الريف الغربي موسيقى تسمى الجبل بهذا الاسم نسبة القرية تيسوكا الموجودة على السفحة ديالو موسيقى موسيقى كيتواجد جبل تيسوكا بين جماعتي تالنبوت وباب تازا باقليم شف شاون وكيتتعتبر جزء من المنتزه الوطني لتالسنطان موسيقى على طول الطريق كنجبر علامات زرقاء اللي كتوريك المسار نحو القمة يعني يكفي انك تبع غير ذلك النقاط الزرقاء بشو صن قمة جباد تيسوكا موسيقى 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 من الناحية الجيولوجيا جبل تيسوكا تكون من الصخور الكلسية وكذلك يحتوي على مجال بيوموناخيرات وعلى عدة انواع دير الاشجار من بيدها شجرة شح نادرة والتي تعتبر نوع من انواع اشجار صانوبر ترك انت ممتعة بالسف برغم الصعوبة ديالا حيت فيها مناظر خلابة ومزيونة بالسف ترجمة نانسي قنقر شوف هذا الطريق وتيشوف هذا الطريق اللي طلعنا له الحمد لله كانت شوهر حتى بدا ما همشتشي الترق تسبا غير هاد من دوقات الزارقة ودوسانو قيمة جولات رقنا واخيرا صنع القيمة قيمة تيسوكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بحال قيمة جبل القلعة وقيمة صفحة تلج وكلتي وجامع عباد وقمام اخرى وكذلك تطل على مداشر باب تازل ترجمة نانسي قنقر دمتم في رعاية الرحمن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة